جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا في أمر عظيم تبغضه النفوس هذا الرجل تلبس بكبيرة من الكبائر حتى إن بعض الصحابة ضجر فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به كان يؤتى به في شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا يهدم تابوه عظيما عند الناس هذا تابوه من بناء الشيطان من نسج الشيطان أنه قد يتلبس الإنسان بمعصية بل قد يعتاد معصية ولا يخرم ذلك حبه لله ولا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تعن الشيطان على أخيك فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا الحديث فيه فقه عظيم جليل دعني أبسط شيئا منه فإن طبيعة كلامنا الإجاز والاختصار والإشارة الدالة واللمحة المبينة هذا الحديث فيه هدم لكثير من التابوهات التي يبنيها الشيطان في قلوب كثير من الشباب ليس في كبيرة بل ربما تعلق بصغيرة ربما نظر ربما كان يطلق بصره مثلا ربما كان يفعل شيئا في سره ربما له ذنب خلوة فيحمله الشيطان إذا قارف هذا الذنب وكرره يقول له خلاص أنا زهئت من نفسي فيترك الدين كله لا أقصد يترك الإسلام لكن لا يصلي لا أمر معروف لا أنا عن منكر أتجده متثاقلا عن الطاعة يظن أن ذلك من الصدق مع نفسه يأتي الشيطان إليه فيقول له أنت مزور أنت تبدو للناس بصورة وأن الناس يظنون فيك شيئا وشيئا وأنت إذا خلوت بنفسك فعلت وفعلت مع أنه يفعل هذا الذنب سرا لا انتهاكا لحرمة الله عز وجل ولا اجتراءا على محارب الله عز وجل لكن للضعف البشري للجبلة التي تكون في الإنسان فيستخفي ويستتر ويأتي الشيطان فيقول له أنت هكذا تنافق لك باطن سيء ولك ظاهر مضيء وينبغي أن يستوي الأمران فبذلا من أن يستوي سره وعلانيته في الخير والإضاءة يريد أن يجعل الأمر كله مظلما هذا هو أمر الإنسان أمر الشيطان الشيطان لا يأمر بالخير يريد الشيطان من الإنسان ثلاثة أشياء إما أن يقطعه من الخير مطلقا قبل أن يفعله أو إذا فعل الخير أن يشويشه عليه كما يوسوس للذي يأتي فإذا ما انتهى المصلي جاء الشيطان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختل بين الرجل وبين نفسه يذكره با لم يكن يذكره حتى يصلي ولا يدري كم صلى إما أن يقطعه من الخير فإذا ما عصاه فأقبل الخير يشويشه عليه فإذا ما فعل الخير ولم يشويشه عليه ماذا فعل يريد به أن يمن ويعجب بعمله فينظر عليه نظرة الإعجاب أو أن يرأي به أو أن يرأي به فيلحق العمل بما يحبط كذلك الشيطان مع الإنسان قد يبتل الله عز وجل عبد بذنب والنبي صلى الله عليه وسلم والله رب العالمين ديننا يهدم هذا التابوه قد أكون صالحا ولي ذنوب نعم بل قد تكون تقيا ولك ذنوب نعم قال رب العالمين وهذا عجيب أن الله عز وجل ذكر الجزاء الأعظم وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدث للمتقين فذكر الجزاء الأعظم بهذا اللفظ العظيم أعدث للمتقين كان ممكن أن يخلي الله عز وجل صفة المتقين ها هنا من ذكر شيء ربما يعني تخيل أنك إذا أثنيت على إنسان فتقول هذا إنسان كذا وكذا وكذا وإذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر الله فاستغفر لذنبه ربما يتعجه بعض الناس من هذا لكن رب العالمين لتمام رحمته وعظيم منته على الخلق ذكر هذا هنا يقول لك ذنبك ليس حائلا بيني وبينك كاثره بالطاعة أو انحوه بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالفرقان بين التقي والشقي ذلك الذي أصرف على نفسه أن التقي إذا تلبس بمعصية ولو كانت كبيرة يسرع فيهرول لا يفلسفها ولا يقول عادي مغيري ونحسن من غيري ومش عرفيه هذا أعلم أنه ولا عزب الله ولذلك كان سيدنا السفر بن عينة وكثير من السلف يقولون إذا كانت معصية الرجل في الشهوة فارجوا له وإذا كانت معصيته كبرا فخف عليه أرجوا له سيدنا آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه لما عصى رب العالمين سبحانه وبحمده قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين فآب منيبا فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى أما إبليس أنا خير منه فلسفة أمره تكبر بنفسه رأى نفسه خيرا من غيره فهذا هو الباطل العظيم قد يكون عند الإنسان معصية ويسبق إن لم يكن سبق الصديق كما قال اليوم الجوز فتوبة معز إن لم يكن عند الإنسان سبق سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فتوبة معز لكن أنت هجعل معصية دعية لك إلى ترك كل شيء وأن التابوه أنني لست معصوما وخلاص وما ينفعش لن أنا بعمل كده وأن لي باطنا سيئا لابد أن يكون ظاهرك باطني أو قد يدفعه ذلك في حماقة شديدة يدعوها بعض الناس صدقا إلى فتح نفسه يعتقد ذلك صدقا فأتي الشاب إلى الفتاة لكي يتقدم إليها فلكي يبين لها الصدق أو لكي تبين هي له الصدق تحكي له تفاصيل حياتها وآثامها سبحان الله العظيم إنما يتاب إلى الله لا إلى الناس ومن توبتك سترك على نفسك ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حادثة ماعز قال للذي أبلغ عنه لو سترته بثوبك لكان خيرا لك وفي شرح هذا الحديث لسيدنا الحافظ بن حجر رضي الله عنه قال إن أهل العلم أجمعوا أن الستر أولى أن الستر أولى بالعاصل طيب معنى ذلك أن الإنسان لو تلبس بكبيرا هل معنى ذلك أن هذا نهاية الطريق؟ لا هذا تابوه عظيم ليس هذا نهاية الطريق بل ربما يكون تقدير الزنب لا أقول الزنب تقدير الزنب بركة عليه إذ كسر قلبه وخلع العجبة من نفسه ودله على آفة نفسه وجعل قلبه دائما في بركة الإنابة قال رب العالمين في كلام عظيم جميل وكل كلام ربنا كذلك سبحانه وبحمده وأزلفت الجنة للمتقين انظر نعة المتقين هنا المتقين هنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لمن؟ لكل أواب حفيظ أواب كثير الأوبة كثير الرجوع والأوبة إنما تكون من معصية إلى طاعة من ذنب إلى توبة أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيم فربك لم يخلق لكي تكون معصومة إنما أحبك تائبا أحبك تائبا ومن تمام رحمته سبحانه وبحمده أنه يغفر لعبده إذا استغفره ولو أنهم اظلموا أنفسهم قال رب العالمين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقد قرأها حبيب الشيخ ومر قزبري ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ووقف عنده فورا أن تستغفر تجد الله عز وجل غفورا رحيما ومن رحمته سبحانه وبحمده كما مضى معنا في أمسي أنك إذا رجعت إليه لا يؤنبك ولا يقنطك ولا يزعجك ولا يعذبك بل يحب منك أن تكون تائبا إن الله يحب التوابين لم يقل التائب بل التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالتابو العظيم أن لي معصية خلاصي بأسيب أترك الهدية الظاهر بنت تخلع الحجاب خلاص أصلا لي معصية أصلا بشوف كذا أصلا بتفرج على كذا أصلا بعمل كذا أصلا كذا أبدا إن هذه المعصية بلسان الصدق تدعوك إلى دوام التوبة زاحمها بعصي ربنا سبحانه الله أصلحها بالصيام الصيام ما نفعش طيب بصدقة بقيام نيل ببر والدين بالإحسان إلى الجار بإطعام مسكين حتى تجد قلبك بل كل هذا قد يموت الإنسان وهو يجاهد نفسه والله رب العالمين يحب من يجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهديا لهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين هذه المجاهدة أنت مثاب على بعض الناس يعتقد أن الإثابة إنما تكون على قدر الاستقامة وحسب بل الإنابة بل الخشية بل الاستقامة بل مجاهدة النفس بل تفتيش عن النفس بل رقة القلب بل الجلوس بين أصحابك وأنت ترى نفسك أقلهم هذا مدن من رب العالمين سبحانه و بحمده اشتركوا في القناة